كان شهود عيان يقول لك الأمريكان هم يدزون على ذول يقول تعال بعلي بابا علي بابا تعال فوت فوت يعني هذا مو من أخلاقية الأمريكان اللي كنا نسمع عنها لكنه ثبت أنه مستعدين يقومون بكل الأعمال سواء كان قتل نهب اغتصاب كل شي يسوون هو أستاذ يعني أنا ذكر الصور ألواح من طابوق الذهب يعني الذهب الخالص مكدسة في سيارات وجنود الأمريكان يقشرون علامة النصر وين راحت هذه يعني هل ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية هل أين ثروة العراق هذا الذهب الخزيني اللي كان موجود بالمنجر مركز وأكو كان شوف كان المفتش العام نسيت اسمه والله في أمريكا وهذا كان قاعد ستينة خاصرة وكان يحاسب ويطلب تقارير ويطلب كشوفات ويطلب تفاصيل وحتى دزوا على بريمر فبريمر مثلا أول ما إيجا إيجا قالوا أنه إياه سبعة مليار دولار سبعة مليار دولار نقدي اللي سحبها طبعا يفلوس عراقية نعم مو من جيب الخلفة سبعة مليار دولار إيجا وزعها في العراق طلبوا مننا كشف قالوا شنو شايفيني أنا أنا رايح بلد داع حارب لو أجي أقدم كشف حساب وزعت ما دي وين وزعت انتهى الموضوع وهو كان محمي بقرار من الرئيس أنه هو خلاص هو يمثل رئيس الجمهورية وله مطلق الحرية ولذلك رامسفلت في مذكراته ينتقد هذه الحالة يقول هذا سمى الملك نائب الملك العفو سمى نائب الملك لأن الرئيس استضافه وكلفه بالمهمة وما حد يعرف وعطاه سلطة مطلقة نعم